السلام عليكم كيف تعمل بس لكم بخير كنت ناكو تكونوا مزيانين العوشن بروكا ياربي ودخل عليكم الصحة والهنين ان شاء الله ياربي بليد اليوم اللي اول تحضير رسديا الرمضان دبا رمضان قرب ان شاء الله ياربي بغيت نشارك معاكم هنا اول حاجة اللي عن وجده هي العسل العسل منزيني باش من هنا كيقرب رمضان وكتبغو تعملوا شباكية ديكم كيكون العسل زاد زيان اه سالحا قد نشاركو معاكم انا عملتو العام اللي فات ودبا وجدتو العام هادا وقود هاش ما نشاركو شي معاكم هنا عندي جود كيلو ده السكر كيلي كيعمل قالب كل واحدو اللي عنكم مواجهة فطر عندكم القالب او اللي عملو هادا مهم انا كاستعمل هادا جود كيلو هنا عندي عنستعمل قرفعود وحل ليمونة وليترو ديال ديال الما هنا انا جيبتو حطنجرات كوكود عن كوب يادك السكر هذا نستخدم حطنجرات ك PUاكود العام اللي قطعته هادا من الصحيتي يعود النصحات كويلا ليمونة اللي قطعت هادا هي ذا نضيف قرفة عود ممكن لك يعمل معهم الاعشب انا ما كان اعمل العشوب لتحاجة كنعمل عين الليمون والقرفة مع السكر باش كنقدر ندهنو مع الباغرير مع الرغايف يعني مع العشوب ما تقدرش يتعدلو الباغرير ولا يلا كنت عملو الحلوى يعني احسن عين الليمون والقرفة سوف نضيف قليل على الكوكود و نضيف قليل 48 دقيقة و نفتحها لان ساعدك سوف نضيف قليل 48 دقيقة سوف نضيف قليل عين الليمون والقرفة سوف نضيف قليل حتى الوصف لن تكون خفيفة تنظر الليمون يجب أن تكون طابط لن تكون العسل هنا تنظر العسل لم تكون خفيفة تقلت قليلا غسل كيف تفقدون فرصة لدينا عصر هنا نسلي معكم فيديو نتمنى فيديو يكون عجبكم وعجبتكم الطريقة وستنوني فيديو جديد ان شاء الله تساوشي اللايك سلامة